يبدو أن الأزمات السياسية بين أنقرة وواشنطن غير قابلة للانحسار بل تشهد زيادة في ارتفاع معدلات تأزمها أكثر اتهامات تركية جديدة تطال ميتي جان تورك أحد ضباط أمن القنصلية الأمريكية وعائلته في تركيا بذريعة اعتاد عليها الأتراك بعد محاولة الانقلاب المزعوم 2016 وهي صلاتهم برجل الدين فتح لغولن الادعاء التركي وطبقا للائحة الاتهام يطالب بالسجن للضابط وزوجته وابنته بزعم أن جان تورك على اتصال بعشرات الأفراد الذين يخضعون للتحقيق لعضويتهم في شبكة غولن وأنه تم جمع أدلة تتعلق بأفعال للمشتبه به تتسق مع تعليمات شبكة غولن وهذا ما نفه جان تورك وعائلته الخارجية الأمريكية بدورها قالت على لسان متحدثة باسمها إن واشنطن لم ترى أدلة يمكن لثوق بها على أن جان تورك ضارع في أي أنشطة غير قانونية وأن له اتصالات كثيرة بمسؤولين حكوميين وأمنيين أتراك بحكم طبيعة عمله قضية جان تورك أثارتها واشنطن على أعلى المستويات سرا وعلانية مع سلطات النظام الحاكم في تركيا في عدة مناسبات بحسب الناطق الرسمية باسم الخارجية لم تكن هذه القضية هي الأولى إذ سبقها أن ألقت السلطات التركية القبض على موظفين تركيين آخرين يعملان بالقنصلية الأمريكية في 2017 بتهم التجسس والإرهاب ما دافع واشنطن إلى تعليق طلبات التأشيرات من تركيا وردت أنقراب المثل فتحول الأمر إلى واحدة من أسوأ الأزمات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وفي تحرك يعد أكثر صارمة بشأن اعتقال ثلاثة موظفين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في تركيا قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر مشروع قانون من الحزبين الرئيسيين يتطلب فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الذين يأمرون باعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين محليين في القنصليات أزمة اعتقال الموظفين في مقر الدبلوماسية الأمريكية بتركيا تعد من أحد فصول التوتر في العلاقات بين واشطن وأنقرة التي شهدت ذروتها العام الماضي